عقدت تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية حول محاور الحوار الوطني وتغطيتها لجميع احتياجات المجتمع وذلك بحضور مجموعة من أعضاء تحالف الأحزاب المصرية تناولت الجلسة استفسارات ومناقشات حول المحورين السياسي والاقتصادي وخاصة تطوير الحياة الحزبية في مصر وكيفية مساعدة الأحزاب للقيام بدورها في الشارع السياسي وعرض الحضور مجموعة من المقترحات الخاصة بتطوير الأحزاب وشدد المشاركون في الجلسة على ضرورة توطين الصناعة المصرية حيث أنها القاتر الأساسية للتنمية في مصر ومصدر رئيسي لتوفير فرص العمل الداعم والأكبر للعملية التصدرية الموفرة للعملة